وهنا بقى لازم اسأل محمد دياب من اي بوابة من بوابات الفردوس صلاح جهين جاب شفيق او متولي ده مذهل يعني قد يشاهد البعض شفيق او متولي عشان احمد زاكي والبعض عشان سعاد حسني والبعض عشان الاتنين انا بشوف شفيق او متولي عشان اسمع صلاح جهين جميل جدا سؤال ازاي الفنان ده قدر يجيب الروح الشعبية دي الممزوجة بالحكمة اللي فيها فيها طرافة فيها فكاهة في كل اعمال ومش بس الشفيق او متولي يعني اولا والدته والدته كانت اول انصر مهم في تكوينه وهو كشخصية ناشجعته على القراءة شجعته على الرسم شجعته على كان بتحكيله حكايات وقصص كتير عنده جده احمد حلمي جده الوالده كان مناضل سياسي وكان رفيق لمحمد فريد منصفة كامل وعتقل والشارع اللي باسمه احمد حلمي في شبرة هو ده احمد حلمي جد صلاح جهين فالوطنية متجزرة لما مهزلة الانسانية تصل انه حد يعمل غانو لك احمد حلمي تجاوز عيدا والله العظيم كنت عايز انتحر وقتا طبعا جده كان ايضا يعني مستشار وقاضي طبعا والوالد نفس الشيء فالوالد كان حابب انه هو يطلع زيه بس هو اتجه للشعر الحصد الحظ والده بحكم عمله كوكيل نيابة ثم مستشار وقاضي الرئيس محكمة استئناف المنصورة انتقل من شبرة هو ولد في شبرة وقضى طفولته في شبرة بالمناسبة يعني بس انا اقولها بعدين اتولد في نفس البيت اللي اتولد في بليغ حمدي وولد بليغ حمدي وولد صلاح جهين كانوا وصديقات وهم اخوات في الرضاعة لا ايه واللي اتنين عبقرة بليغ يعني بس بليغ اكبر سنة بليغ سوري ااسف صلاح اكبر سنة بليغ 31 بس هم اخوات في الرضاعة لما انتقل والده للدلتا تنقل في مدن كتيرة جدا جدا لمدة 12 سنة في الارياف وفي الاقاليم في المرحلة دي بقى لشكلت وعي صلاح جهين اتعاجن بالروح المصرية للفلاحين وللناس الشعبيين والعمال عشان كده يعني من اهم الحاجات اللي كتبها في بداية حياته الصورة الغنائية بتاعت سوق بلدنا اللي هو حلاوة زمان عروسة حصان عروسة حصان وانت دقيا ولا الصورة البديعة دي اللي فيها كل الشخصيات اللي جايزة مانيش دعوة يا اما انا عايز حلاوة لما انا فكر الابريت كويس او الابريت اسمه ابريت الليلة الكبيرة اللي هو اعترف انه هو كتبه قبل ما ييجي القاهرة يعني ما كانش شاف ولا مولد في القاهرة قبل يعني لما كتب الصورة البديعة دي بتاعت الليلة الكبيرة اللي خلدها مسرح العراهيس طبعا طيب من هنا هو اتعجم بالروح الشعبية دي هي اللي كونت الحكمة والفلسفة يعني لا اول ديوان لي اللي هو كلمة سلام لما القصيدة بيقول الامح مش زي الدهب الامح زي الفلاحين عيدانه نحيلة جدرها بياكل فطين يعني ما كانش كان يقدر يكتب الكلام دي من غير ما يشوفه قول امح وكان فضل في شبرة من لما يعيش هذه اللحظات يشوفها معنيه دعي الضبط